دايما تكونوا حرسين ربنا يا رب يحفظكم ودايما مصر بفضل الله سبحانه وتعالى وجشها في امن وامان وسلام بشكركم جميعا وسعيد باللي انا شفته ده وان شاء الله دايما دايما للعولة شكرا جزيلا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمكن النهاردة الحديث عن الامن القومي والحفاظ عليه وده بيتردد دلوقتي بشكل كبير وده الحقيقة ده دور اصيل ورئيسي للقوات المسلحة وهو حماية الحدود المصرية وتأمين الامن القومي لمصر ومصالح مصر وهنا لازم اسجل واكد ان مصر ابدا عبر تاريخها القديم والحديث ما كانتش ابدا بتتجاوز حدودها يعني كان دايما كل اهدفها ان هي تحافظ على ارضها وطرابها دون ان تمس وهنا برضو مهم او ان انا اقول ان ده معناه ان الجيش المصري بقوته وبمكانته وبقدرته وبكفاءته هدفه حاجة واحدة بس هدفه هو حماية مصر وامنها القومي دون تجاوز وهنا عايز اقول في ظل الظروف اللي موجودة في المنطقة دلوقتي وكلامي هنا لنا كلنا للعسكريين والمدنيين مهمة اوي مهمة اوي ان انك انت وانت بتمتلك القوة وبتمتلك القدرة انك انت تكون بتستخدمها بتعقل وبرجد وبحكمة ولا تضغي ما بقاش فيه طغيان ما بقاش عندك اوهام بقوتك اللي موجودة دايما تكونوا حرسين ربنا يا رب يحفظكم ودايما مصر بفضل الله سبحانه وتعالى وجشها في امن وامان وسلام بشكركم جميعا وسعيد باللي انا شفته ده وان شاء الله دايما دايما للعولة شكرا جزيلا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر